لقاء بايدن مع الرئيس البولندي أندري دودا ورئيس الوزراء دونالد تساك جاء على خلفية جهود إدارة بايدن للتغلب على معارضة بعض الجمهوريين من أنصاد الرئيس السابق دونالد ترامب في الكونغرس لاعتماد حزمة من التموين الإضافي لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان ويبدو الحديث عن 95 مليار دولار وفي ذات النطاق أعلنت إدارة بايدن عن حزمة جديدة من المساعدة لأوكرانيا في مجال الأمن تشمل أسلحة ومعدات بقيمة 300 مليون دولار ولكن هذا ليس كافيا على الإطلاق ويتعين على الكونغرس الآن أن يقر مشروع قانون للأمن القومي يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي والذي يتضمن تمويلا طارئا لأوكرانيا وعلينا أن نتحرك قبل فوات الأوان والوقت لم يفت بعد لأن روسيا لن تتوقف على حدود أوكرانيا وفي رأيي أن بوتين سوف يستمر في المضي قدما مما يعرض أوروبا والولايات المتحدة والعالم الحر برمته للخطر أصبح تخصيص حزمة جديدة من المساعدة ممكنا بفضل التوفير في العقود من التموين الإضافي المخصص مسبقا وتحتوي الحزمة على أموال لتلبية احتياجات أوكرانيا الدفاعية من مضادات الطائرات والمدفعية والأسلحة المضادة للدبابات وهذه هي الطريقة التي يمكننا بها تقديم الدعم العاجل الآن ولكن هذا لا يحل بأي حال عن الحاجة إلى توميل إضافي كامل لتزويد أوكرانيا بالفرص التي تحتاجها لحماية دولتها حيث يخذ الأوكرانيون صراعا وجوديا ويحتاجون إلى مساعدة فورية إدارة الرئيس الأمريكي بايدن قدمت إلى الكونغرس الأمريكي مشروع ميزارية السنة المالية لعام 2025 وتشير وزارة الخارجية الأمريكية في هذا الطلب إلى ضرورة تخصيص 482 مليون دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية لأوكرانيا ويقول البسؤولون أن هذه الأموال هي الأساس الذي ستكون هناك حاجة إليه بالتأكيد في السنة المالية المقبلة ويشيرون أيضا إلى أنه يجب توفير هذا التوميل جنبا إلى جنب مع حزمة المساعدات البالغة 60 مليار دولار تتلخص أولوياتنا الرئيسية في هذا الطلب في ضمان بقاء الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا بمثابة فشل استراتيجي ويضمن طلبنا أيضا توفير الموارد اللازمة لتنمية الاقتصادية والمساعدة الإنسانية للمواطنين الشجعان والصامدين في أوكرانيا وزارة الخارجية الأمريكية لا تعتبر اقتراح الكونغرس منح مساعدات عسكرية لأوكرانيا عن طريق الاعتمان خطوة صحيحة نحن لا نعتقد أن تحميل أوكرانيا بمليارات الدولارات من الديون الخارجية في الوقت الذي تحاول فيه إنعاش اقتصادها وهو ما يشكل في نهاية المطاف أفضل وسيلة للوقوف على قدميها من جديد والدفاع عن نفسها دون مساعدة من بلدان أخرى هو الخطوة المناسبة لتحقيق ذلك في الوقت الراهن الرئيس البولندي أندريا دودا صرح أن الولايات المتحدة يجب أن توافق على حزمة مساعدة لكييف ويتعين على العالم أن يقتنع بأن بوتين لن يفوز في هذه الحرب لقد أظهر عدوان روسيا على أوكرانيا بوضوح أن الولايات المتحدة تعترف ويجب أن تظل رائدة في مجال الأمن ولكن يتعين على الحلفاء الآخرين أن يتحملوا المزيد من المسؤولية عن أمن الحلف ككل ولهذا السبب أعتبر أنه من الضروري لجميع دول الناتو زيادة الإنفاق الدفاعي من 2 إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي ونذكر أن بولندا تنفق ما يقرب من 4% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع وهو ضعف ما تنفقه على ميزانية الدفاع في حلف الناتو وكما قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي أن وارسو انضمت إلى ببادرة جمهورية تشيك لشراء مئات الآلاف من القذائف المدفعية لأوكرانيا مما قدم مساهمة مالية كبيرة إعداد يوليا بيل لقناة يو اي تي بي عربية